ما معنى أوحال التوحيد؟ أوحال التوحيد يعني إيه؟ يعني اعتقاد ما لا يليق مع اعتقادك أن الله واحد أحد فرد صمد ولكن تعتقد في ما لا يليق زي مين؟ زي اليهود اليهود اعتقدوا في الله أنه بخيل وأن يده مغلولة واخد بالك وأنه جسم وأنه حل في عزير واخد بالك يبقى مش كل دي أوحال التوحيد وقع فيها اليهود طيب النصارى اعتقدوا أن الله حل أن الله له لهوت ونسوت النسوت في سورة عيسى واللهوت في سورة ذاته الشريف واخد بالك إزاي؟ ويبقى انتقل من لهوته إلى النسوت فحل في المخلوق مش كل دي اعتقادات أوحال الوهبية اعتقدوا في الله الجسمية وأنه له ثقل وأنه استقر على العرش واستوى فالعرش زي من تؤلي ربنا وأن في وعول بتشيل العرش ده علشان يتحمل ثقل الله كل ده بيقولوا في كتابهم على فكرة وأنه في جهة وأنه في السماء والسماء مخلوقة وكانهم قالوا أن الله حل في المخلوق قال النصارى أليس هذا كل أوحال توحيد علشان كده هو بيقول إن شلني من أوحال التوحيد إلى فضاء تنزيلي ليس كمثل إي شيء وهو السماء والبصير وما بيعتردش على كلمة أوحال التوحيد إلا المتوحل في الأوحال والله ما بيعتردش على الجملة الألة سيدي عبد السلام النشيش في صلاة المعروفة إلا الوهبية لأنهم هم يعني على رأسهم بطحة لكن للمعروفة بطحة على قلبه أحلام العسل عادية عادية طب هو إبليس اعتقد أنه مع الله إله أخر لكن إيه أوحال توحيده تكبر على حكمة الله تفهمت إزاي؟ فتعال على أمر الله ثم تحدى الله وقال بس أنظرني لهم وأنا أغوينهم أجمعين إلا أنت عايز نسجد لهم دول أنا حوريك بقى أنهم ما يستهلوش منك أنك تكرامهم الله ده بيعدل على ربنا ده كفر بحكمة الله في خلق آدم وهي دي أوحال التوحيد في إبليس لكن إبليس لا أعبد هبل ولا صنم ولا سجد لغير مولاه لكنه مليان أوحال فهمت بها إزاي؟ فهو حال التوحيد كتير يا سيدي ربنا ينقينا منها لولا الواسطة لدهبك كما قيل الموصود لولا أبوك ما كنتش جيت مش أبوك وسطة مجيئك في الأكوان ولا أنت جايزة يا حيسى بن مريم بغير أب لولا أمك وحملة فيك ما كنتش اتولدت يا مسكين طب هيوا أبوك و أمك هم اللي خلقوك ما خلق و polishing لكن لولا وسطتهما ما كنت هذه لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصود يبعا لولا واسطة النبي والرحمة ما كانت الأكوان لولا الواسطة لذهب يعني لولا وسطة الرحمة لذهبت الأكوان لو لاك 1930 ما خلقت الأفلاك لولا واسطة قلب النبي ما نزل قرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشاة متصدعا من خشية الله طيب أنزله على قلبك يبقى لو لا قلب النبي قلب النبي المهبت الوحيد للقرآن في الأكوان هو الذي يتحمل قلب النبي بس يبقى لو لا قلب النبي ما نزل القرآن أصلا ولولا لسان النبي ما تيسر إنما يسرناه بلسانك يبقى تيسر بلسان النبي فلولا لسان النبي يعني الواسطة لذهب الموسوط اللي هو تيسير قراءة القرآن لولا قلب النبي اللي هو الواسطة لذهب كما قيل الموسوط اللي هو نزول القرآن لولا وجود النبي بصفتي رحمة ما خلقت الأكوان هذه معنى لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط سهلة بيسمع ناس كتير بتخوض فيا يعني طب ما يجرش حاجة احنا مسابحين الناس كلها احنا أصلا تبرعنا بعرضنا للمسلمين اللي يشتم مرحبا واللي يمدح مرحبا واللي يسكت مرحبتين والحكاسة ومزعلنين من حد خالص احنا تربنا على كده ومشايخنا خدوا مننا العهد على هذا فهمت ازاي؟ فلا تلتفت اذا كانوا خادوا في الزات الالهية خادوا في الأنبية مش هيخدوا في الفكر إلى الله الله حاجة غريبة دا لو أخدوش فيا تبقى حاجة عجيبة لازم ياخدوا ويسبحوا ويأكلوا لحمة أخيه ميتا واخد بالك كل دا وارد لكن احنا على أي حال مسامحينهم حتى يوم الايام لا حناخد منهم حسنات ولا حنديهم مننا سيئات اوه احنا مسامحين نشهد الله اننا مسامحين الامام الشافع بيقول ايه من نال مني او علقت بذمته ابرقته لله شاكر منته ليه بقى ليه بقى عمل كده أقرى معوق امرئ يوم القيامة يام أن أسيئ محمدا في أمته لأنا عايز أكون عائق لإنسان إنه ربنا يرحمه ولأنا عايز أعطى للنبي شفعته للناس وأمسك فخناءه واحد لحد ما النبي يجي يقول لي ما عليش يسيبه يا حبيبي أو ما عطى للنبي يعني شفت بقى جمال الأئمة احنا مشيين احنا شفعية على فكرة احنا شفعية في المسألة دي برده من نال مني او علقت بذمته أبرأته لله شاكر منته أقرى معوق امرئ يوم الحساب أم أن أسيئ محمدا في أمته يعني أنا أبرأت الناس دي كلها ليه حتى لا يراني النبي إن أنا بعوق إنسان والنبي رحمة عايز كل الناس تدخل الجنة من أمته أو إن أنا حعطاله في الشفاعة واشغله في أمور متعلقة بي أنا عايز أعين النبي على وظيفتي مش أعطاله في وظيفته أما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجي فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الفقاء يستحب فيه دعوات هذه عبارة الإمام النوى والأذكار ما معنى الاستحباب هنا مع أن هذه الدعوات ما وردت عن النبي لأنه لم يرد نهي وأنت مشغول في عبادة فالمشغول في عبادة الدعاء ومخ العبادة فالعلماء لما فهمه أزيل معاني إن الدعاء مخ العبادة وأنت مشغول في عبادة الوضوء فإدعي أدعية تناسب العبادة اللي أنت بتتوضعها فدع على سبيل الاستحباب واخد بالك لأن النبي لم ينهى عن الدعاء أثناء الوضوء فلم يخالفه النبي فهمت بقى إزاي الفتوار لم يخالفه النبي لأن طالما مفيش نهي يبقى الأمر مباح إن أنا أدعي وأو أسكت طب عايزني لو دعيت أنا عايزني أسكت ليه يعني ليه يا وهابي عايزني أسكت ما تعيش ربنا إيه اللي تعبك وانا بدعو ربنا وبأيه وبقول يا رب وانا بغسل وجه أقول اللهم بيد وجهي وانا بغسل إيدي اليمين أقول اللهم أعطني كتابي بيمين وانا بغسل إيدي الشمال لاللهم أجنبني أنا أكون من أهل الشمال وانا بمسح رأسي أقول إيه اللهم حرم بشري وشعري على النار وانا بغسل رجلي ثبت قدمي على الصراط إيه الغلط في الحاجات دي يا وهابي يعني إيه الغلط في الحاجات دي يا وهابي عشان تتعالع الفقهاء اللي هم فاهمين الدين قبل ما جدك يتولد فاهمت ازاي فعلشان كان مفيش دعي لقديل ايه الشوشرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه وما اتاكم الرسول فاخدوه وما نهاكم عنه فانت طب وما ترك خلاص المتروك لا ينبني علي حكم نشوف المتروك ده يندرك تحت اي امر اذا كان يندرك تحت امر مباح يبقى مباح امر مستحب يبقى مستحب امر مكروه يبقى مكروه امر محرم يبقى محرم بس انظر للمتروك ده هو ترك الدعاء اثناء الوضوء مثلا صلى الله عليه وسلم لكن هل الترك يدل على النهي طب الدعاء مطلوب ولا مش مطلوب ربنا بقول له دعوني استجب لكم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مخ العبادة وفي رواية الدعاء العبادة كلمة مبتدأ وخبر كده وربنا بقول نذكر الله ذكرا كثيرا فانا بنائي الاوقات الشريفة وادعو فيها الازان ده وقت الشريف ادعو اثناء الازان الوضوء ده وقت شريف ادعو الله اثناء الوضوء لانه عبادة بتؤهلني للصلاة وبتنقي اعضاء فايه المانع يا ايها الوهابي من جعل هناك بعض الادعية مستحبة اثناء الوضوء الا عقلك الضعيف في ادراك الشرع الشريف فهمت؟ اشتركوا في القناة